تعبئة وتمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا هل هو هدف أخضر؟ هل هو هدف ليه علاقة بالكب وليه علاقة بالطقة النظيفة؟ ولا هو هدف بيجمع رؤساء البنوك الأفرق في شرم الشيخ من أجل أهداف أيضاً ليه علاقة يعني بالإيه سياسات النقدية والمصرفية؟ في البداية أعز أسمن جهود الدولة المصرية في التعامل مع الملف الأفريقي فشهدت مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي تسع سنوات في العلاقات المصرية الأفريقية غير مسبوقة وكما بدأت في مقدمتك أن مصر أجرت عندما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر للاتحاد الأفريقي فبراير 19 حتى فبراير 20 وأجرى خلالها وقطع شوطاً طويلاً في هذا الملف بشكل غير مسبوك وما يحدث أمس في شرم الشيخ هو انعكاساً وامتداداً لهذه الحالة ده رقم واحد رقم اثنين والمهم جداً هو مزيداً من الاهتمام والتعاون مع الكيانات والمؤسسات الأفريقية القبرى وللبنك التنمية الأفريقي هو أحد أهم مؤسسات التمويل في القرى الأفريقية بنك أسسة منذ عام 64 تشترك فيه كل دول القرى الأفريقية وبالتالي لدينا في هذه النسخة الثالثة وهذا العلوان وهذا الموضوع جمع بين محاور عديدة وبين تحقيق أهداف عدة دعني أتوقف عند هذه المحاور وهذه الأهداف هنا نتحدث عن استكمال مبادئات مصر أيضاً عندما دعت العالم في نوفمبر 22 بإسم القرى الأفريقية لاستضافة قمة التغالية المناخية قمة الأطراف جوب 27 وأجرت مصر في هذه القمة العديد من الاتفاقيات والعديد من الفعاليات والعديد من الإطروحات لتضع العالم أمام مسؤولياته وتحدياته فيما يتعلق بالتغالية المناخية وهنا نتحدث عن ماذا هذه الأهمية وكيف تأتي هذه الاجتماعات وهذه النسخة الثالثة التي تضيف فشار المشيخ بأهداف هامة جداً في الحقيقة الحوار عن احتياجات دول القرى إلى حزب تمويلية وهذه الحزب تمويلية تخيل معي ويتخيل سيدنا المشاهدين أنك في حاجة إلى 400 مليار دولار تقريباً سنوياً إلى تحديات تمويلية في القرى منهم 200 مليار يتعلقوا بالتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية منهم 108 مليار يتعلقوا بتحقيق بنية تحتية في القرى سنوياً منهم حوالي 144 مليار دولار فقط لمواجهة أثار وتحديات جئاة قرونة هنا نتحدث عن كيفية التعاون بين البنوك المركزية الأفريقية والبنوك المركزي المصري أحد هذه البنوك وهو منظم لهذه النسخة ومستضيف لهذه النسخة والمنفذ استضافة نصف لهذه النسخة فهنا تحديات كثيرة جداً نتحدث عنها وكيف يمكن أن يكون هناك كما تحدث دوماً السيد الرئيس الرئيس تحدث في كل مؤتمرات القرى الأفريقية مؤتمرات استثمار القرى الأفريقية عن آلية وصياغة جديدة مع مؤسسات التمويل والاقتمان الأفريقية والدولية في التمويلات طويلة الأجل وكيف يكون هناك التمويل لمشاريعات البنية التحتية بفروض وقروض وفوائد ميسرة ولها خصوصية خاصة لأن مشاريع البنية التحتية لها دورة صمالية خاصة ونحتاج الوقوف جنب القرى الأفريقية إذا كنا فاعلين في معدل التنمية الشاملة حتى تستطيع أن تنعكس على شعوب القرى الأفريقية ولا تكبل حكومات هذه القرى بالعديد من الديون التي تغرقها في حالة وتكون سبب رئيسي في حالات عدم الاستقرار السياسي التي تتحكي في الاستثمار البيني والاستثمار الدولي والاقتصاد الدولي هنا نتحدث عن أهمية التفاعل والحوار مع الرؤساء الأفرقى مع رؤساء مصد التمويل مع البلوك المركزية ودعني أتحدث عن التغيط المناخية وهذا الحدث الهام لهذه النسخة ويتعلق بشق آخر والمحول الثاني والتغيط المناخية والمحول الثالث في حواري هو القطاع الخاص ودوره لو تحدثنا عن التغيط المناخية هنتكلم على فطورة تكلف قارة أفريقيا حتى عام 2030 3 تريليون دولار يمكن 3 تريليون دولار التي تم استثمارها في العالم كله أقل من 2% تم استثمارهم في أفريقيا وعلشان كده يمكن المحاور المختلفة التي كانت موجودة في كلمة السيد الرئيس إمبارح خاصة في الاستثمار في القطاع الخاص في مختلف الدول الأفريقية أعتقد الوضع محتاج نظرة قوية لمزيد من الاستثمار في أفريقيا طبعا بشكورك على الطرح نحن نتحدث عن التغييرات المناخية ربما تؤثر في حاجتين مهمين جدا داخل دول القارة وخلينا أقول هنا أن التغييرات المناخية قد تحدث تصحر يكلف القارة 70 مليار دولار سنويا وقد تؤثر على 34% من الناتج الزراعي في القارة في الحصولات الزراعية والقارة الأفريقية بالطبيعة هي 80% قارة زراعية بالطبيعة لديها مساحة شساعة 60% من مساحة الأرض الصلاحة للزراع في القارة و80% من حلفة أهل القارة الزراع لديها الأنهار فتأثير الزراع في القارة الأفريقية ربما يكون تأثير قوي جدا وسلبي بالإضافة إلى أن القارة الأفريقية لا تؤثر في معدد التغييرات المناخية بأكثر من 3% من المعدد العالمي فهنا نتحدث عن كيفية إيجاد آلية لتوفير 3 تريليون دولار حتى عام 2030 حتى تستطيع القارة مواجهة هذه التغييرات وأصار هذه التغييرات المناخية والتكيف المناخية ومشارة التكيف المناخية هناك فرصة سانحة للقطاع الخاص وهنا الحديث عن مشروعات الهيدورجين الأكثر والحديث عن مشروعات الطاقة النظيف والحديث عن مشروعات الطاقة البديلة وهنا ربما يحضرني في هذه النسخة تحديدا وتابعت أمس الجلسات وحتى الجلسات الجانبية بخلاف الجلسة الرئيسية طرق واليات جديدة وحوار كيف يمكن أن يكون هناك تمويل مخصص للقطاع الخاص بأحجام مختلفة في مشروعات مختلفة وبالتالي يبدأ البنك وفي استراتيجيته يحاول أن يغطي احتياجات القطاع الخاص أعتقد أن باك التنمية الأفريقي في جمالية بصر الربيع تحديده عن صورة قارة بيشهد عملية 3 Structions كبيرة جدا بعملية إعادة هيكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالتوجه مع القطاع الخاص ربما الحديث كان عبر سنوات طويلة عن مساهمة البنك التنمية الأفريقي وبروك التنمية العالمية ومساهمة الاقتمال العالمية في المشروعات البناء التحتية فقط وهو تمويل الحكومات لأن يتوجه إلى تمويل القطاع الخاص عبر آلية معينة عن طريق التعامل مع مؤسسات تمويلية أخرى وسيطة حتى يستطيع أن يصل إلى كل أو أكبر شريحة ممكنة من القطاع الخاص المنظم الجاهز الواعد اللي لديه قدرة على المضي قدما في مشروعات داخل القارة وأعتقد أن فيه حزم كثيرة من التمويل الميسر للقطاع الخاص سوف تتم عبر هذه النسخة من هذه الاجتماعات وسوف تتصل إلى بنوك البركزية للحكومات الأفريقية وسوف تتعامل مع القطاع الخاص بشكل جاهز على التنفيذ